موسيقى موسيقى نهارد مغامرتنا فجور سعيد مدينة أوروبية على أرض مصرية تقع ما بين أسيا وأفريقيا وفيها قناة السويس حفرت بدماء المصريين وسجلت من أعظم الإنجازات في الدنيا هذا طبعا حاجة تاريخية كانوا بيعملوا بيأخذوا لهم المصريين من كل الكرة ومن كل المحافظات بيخليهم يشتغلوا في حفر قناة السويس بالسخرة لدرجة أنه مات تقريبا 120 ألف وحد مصري ماتهم في عملية الحفر لأنه كان تحت تهديد الكرباج والسلاح اللي هو سخرة بانوا قناة السويس من هنا لحد السويس طبعا البناء كان استغرق وقت كبير وبتربط القناة البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط وتعتبر أسرع ممر بحري ما بين الشرق والغرب وبتغتصر 15 يوم ضفيين للسفن عشان ينزلوا من أفريقيا كل التجارة العالمية بين الغرب والشرق بتعتمد على التجارة وهي موجودة من أكتر من 150 سنة حتى الآن من مدينة برسعي كان مسمينها المدينة الباسلة شعبها حر شعبها عاش مع الأجانب بطلقوا أخلاقهم جميلة وناس جميلة وناس حلة بطلقوا أخلاقهم جميلة بطلقوا أكتب بطلقوا أبدًا بطلقوا أشاب مق까 أمام بطلقوا أحد بطلقوا أعرف بطلقوا أمام بطلقوا أمام و لكن اللي موجود جدا في بورسعيد أحلى سوى السمك و تضرب السمك و تصفر ممتنوع طبعا ما أنفعش لو أحد يجي بورسعيد غير لما يجرب السمك يعني من بيع السمك بورسعيد طبعا الأكل المشهورة الشعبية هي السمك في بورسعيد ولا إيه؟ طبعا طيب أنت النهاردة بأتعاكلني إيه بأأولي كده أنا أكل ساباك بولي ده أشهر سمك في بورسعيد هنا سمك بوري. اه مشوي ده اصل البورسعي. اه. وجنبري وسبية. السبية. اه. السبية اللي انت بقوله فقارة صبية. تمام. دي معمولة بايه طيب فيها ايه? هي سبية بالبطس. اه. السبية عادية كده انت بطول عليها صبية دي والبطس. تمام. اشتا? زي الفل. حبيب. طيب انا دلوقتي بقى هبرة بالاكل. يعني هو اكل جديد بورسعي دي بقى حاجة زي الفل. دي البوري اه. بس هو مش بتاحها. مش بنظفها ها? الشوكرة معفول. الشو مقفول. طيب. بوري عامتا ما بيتفتحش يعني ما بتنظفش من قوة. طريقا ممكن ايه منص انجاري ممم. اه. ايو 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 ايو. تمام دي فيها بطورتس وصبية مع بعض. احلى سمك بورسعيد. طيب انا دلوقتي بورسعيد بورسعيد في افريقيا. ولو ركبت المركب اللي هناك دي اسمع المعدية. هبقى في اسيا بور فوهد. فأنا دلوقتي هيعدي واروح اسيا. طيب انا دلوقتي اريح بور فوهد. اسيا. طمعا بنكب المعدية دي اسمها المعدية. هنا الناس بتركب والعربيات وكل حاجة. كل حاجة بتركب واتعدي الناحة التانية. لكن ده اللي كان على الهلال اللي كان ده من على العالم مصر. الهلال والتلاث نجوم. ده ظهر. ده العصري ده. ده مصعتها. ده ظهر الهلال Actions of Italianoric. د الده بدأ走了 po tenktion llegaman- 1869. ده من اول فتاح الكنال هنا اول فساح الكنال هنا ببرسايد. لكن الكنل دي عصciamo مد الفقل الفرنساوي. يعني اللي جيباني ده. 很 breatспاني ده الفرنساوي.ٍャ постав ! الاضيانة جيتي ط разرعي في فرنساوي . مع هذا البيان بين العمال.люс كان رتب في الهيئيها. ده كان عمال. كان عمال يوحد عمال الهيئة. وأ NAWNA هzza. هدالوا بيتعاملوا للعمال الهيئة. غير فرنسا وغير فرنسا وغير فتا عفلوس للبلد عشان ملتهاكش طراز فرنساوه؟ نعم فرنساوه كله البيوت بيت من دول جاملوني بتاع الساق هاجه حكاية هكاية ودول أصلا كان عاملهم العمال لما مش ربعا جاي من قايم عبد الناصر والناس دين كردها مشت وهو تأميم خانات السويس الهيئة هي اللي شايترت عليها فنفس العمالية برضو طوالت العمالية ان العمال الهيئة هيسكنوا فين بقى يدوم الساقن ده ده اسم ساقن اداري ساقن اداري العمال هاي خانصه اه بصف اما عاش بسلمه وامشي ويجي غيره ويستلم انا هنا عارف الشرق ده يمكن سبع تمن أسر يسكنوا في الشرق في البيوت دين كانوا الاول ان اول واحد يوناني بعد كده عرب عام محمد صلهد عرب وبعد منه عرب 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 وانت رغيط دلوقات فرسادية يعني حتى الاخ اخي ايه شوف انت نحن نتكلم مع بعض الراجل ستسلمها تلعم عاش كل بلا كان فيها جوافة وكان فيها مانجة وكان فيها كانت بالفوقات لها تراث خاص بالفوقات تخش من معدية رحت الياسمين والفل ومش عاوز اقولك رحيت عامل ازاي انا عاوز ادوك بلا كان 3-4 فيها البلا التانية دي عارف استسادية لما كان محكم عليه وهرب من اسماعليا كان شغال تباع في ال كان سكن مع البواب هنا والرجل دالله يكرمه وورى لي صورة ليه هو وامراته يوم فرح هو وجهان وورى لي صورة صغيرة كده وانا قاعدت المحل هنا ايه وريني الصورة قال لي صورة انا والجهان ايه كنا قاعدين في البدا لغاية لما قربنا ربنا اكرامه برجع بقى تاني كنا في فيلا دي وبعدين قابلتوا بقى كتير استهدتوا هو شايل عربية بنفسه الحراسة بكلمك بامانة كانت شو فيه كلام ده انا كنت روح للبحر كده وانا رايح البحر وانا زمانات شايلين الشماس ومشين كده ليعيف العربية يبتسم بسامة جميلة كده وانشوال له بتاع ريز وابتاع يوالي شوالينا وهو اللي سايق لا فيه حراسة ولا فيه اي حاجة معها لا اي حاجة يعني الرئيس كان بيمشي بالشارع عادي بدون اي حراسات كانوا يحبوا البلد دي كانوا يحبوا هو عبدالناصر كانوا يحبوا البلد دي جدا كانوا يحبوا البلد دي جدا كانوا من اجمل مدن في مصر بأمانة يعني وانتو شرفتونا جماعة بسرعة انا سعيد جدا بكم طيب المبنى اللي وراي دوان كانوا هم اللي عامنينو بعد كده خدوه عاملينو التشفي كان زي مركز طرفيه كان تحت فيه سينما وبيصهروا وزي كافيه كده وفوقه كان فيه كتب كانوا بيطلعوا فوق يارو كتب وتحت كانوا بيعودوا يشوفوا السينما و تشفت الاطاليين كانوا عاملينو على مركز طرفيه و سينما و بار يعني مركز ثقافي على شكل كتاب مفتوح زي ما باين في المبنى ان هو شكله كتاب مفتوح متاعي الصفحات فبعد كده لما الانجليز اجوا مصر احدوه عاملوه مستشفة وبعد كده المبنى تأخذ اش مفتوح فالك يلا بقى انا احضراتي هنبص نشوف كله هو اصلا اصدق انا شايف الله مبارنة كبير جدا كل حاجة قديمة حاجة طفة جدا طبعا حاجة سرية وليقى تاريخ ايه مصر كلها تاريخ وبرش عيد بلد التاريخ سيبس سيبس ده بقى رمز المهندس الفكر في مشروع فحر كنات السيبس كان هو الخديو سماعين الاتنان اصحاب وكان هنا ده الشاهد بتاع تمثال دي سيبس المخروض كان هنا ده تمثال نفسه طبعا لما جامل عبد الناصر امم وكده شعل تمثال من هنا وكده شهد وكده شهد وكده شهد موسيقى انجلترا كانت كوى عزمة فرنسا كوى عزمة واسرائيل كوى عزمة كانت لسه بدأ جديد فالجيش بتاع انجلترا والجيش بتاع فرنسا اتحدهم على مصر عن طريق برصايز موسيقى 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 وبالنسبة لهم كانت كنات السويس ايه الاساس حتى فيما بعد اسرائيل لما دخلت مصر كانت هدفها انيهي تحتل كنات سويس بس طبعا لمعرفتش اتعدي كنات سويس طبعا كنات افلت ايام 73 بس فهم العالم كله عينه على المنطادي يعني دي مدخل العام. بص حدثك أنت الجنب الثاني ده كارت أسيا. هنا كارت أفريكا. يعني أنت مجرد أن أنت تعاد بكده. دي كارت أسيا النور اللي هناك ده بالظبر. كارت أسيا هنا كارت أفريكا. فهنا إحنا وقفين في مدخل العالم. يعني أنت عالم. طيب أنا دلوقتي هنسمع السمسمية. هم دلوقتي هيعزفوا. تمام يعني حاجة كده موجودة بس بورس عيد موجودة في مدن القنال بس. سمسمية هي اللسان حالي البورس عيدية. يعني بتغني في أفرحنا في أحزاننا في الحروب. بتغني بتحارب معانا بالكلمة باللحنة بالغنوة في المقاومة الشعبية. بتغني من البيئة الصيادين والسمك والكنال. هي بتعبر عن كل حاجة في حياة البورس عيدية. موسيقى 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 موسيقى